بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الجماعة مستحبة في كل فريضة سواء أكانت من الفرائض اليومية أم من غيرها غيرها مثل ماذا مثل صلاة الآيات تستحب فيها الجماعة واستحبابها يتأكد في الفرائض اليومية الأدائية والقضائية لو فرض أن جماعة عليهم صلوات قضاء يقف أحدهم ويأتم الآخرون به ويقضون ما فاتهم ويزداد التأكد في الأدائية خصوصا في الجهرية الصبح والمغرب والعشاء هناك استثناء وهو صلاة الطواف مع أنها صلاة واجبة صلاة الطواف طواف العمرة طواف الحاج طواف النساء صلاته واجبة لكن أدة من فقهائنا يرون عدم ثبوت استحباب الجماعة فيها ومما يذكر في الاستدلال على ذلك أنه ما سمعنا ما أهدنا أحدا من الأئمة صلوات الله عليهم أو أن أحدا من أصحابهم صلاها جماعة ولو كان ذلك سائغا لفعلوها ولو مرة في الزمان على مر تلك السنين لو كان لبان هناك أمور ربما لو بنيت على القاعدة يكون لها حكم معين لكن لا يقال به لأنها من الأمور الكثيرة الحصول كثيرة الابتلاء بها وتركت مثلا هذا يدل على خلاف ما دلت عليه القاعدة أو الدليل الأول مثلا هناك روايات تدل على أن غسل الإحرام واجب لكن المشهور من القدم من أيام الأئمة عليه السلام البناء على الاستحباب ربما كثير من الناس لا يغتسل غسل الإحرام وهذا مورد ابتلاء الناس كثيرا ما تذهب للحج للعمرة لو كان الغسل واجبا لبان فالروايات التي تأمر به تحمل على الاستحباب كذلك بالنسبة لإقامة الصلاة الإقامة للأذان ظاهر الروايات وجوب الإقامة الوجوب موجود يعني ظاهر الروايات الوجوب الروايات تأمر إذا مثلا جئت إلى الميقات فاغتسل ظاهرها الوجوب الإقامة في الصلاة ظاهر الروايات وجوبها ومع هذا أفتل الفقهاء بعدم الوجوب يعني هذا الظاهر ما أخذ به وحمل الأمر فيها على الندب على الاستحباب لهذا السبب لأنه هذا من الأمور الكثيرة الابتلاء التي دائما يحتاجها الناس يوميا لو كان هذا الشيء لازما واجبا لبان السيرة هل هذه هي السيرة أو شيء يشبهها السيد الخوئي رحمه الله ذكر في مطاوي بحوثه هالتعبير قال ما أسميناه بالدليل الخامس المعروف أن الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل السيد قال أكو دليل خامس وهو لو كان لبان الشيء اللي كثير الدوران كثير الاحتياج إليه ومع هذا نرى المتشرعة والأئمة وأصحابهم عليهم السلام أصحاب الأئمة سلام الله على الأئمة ورحم الله أصحابهم ما ما فعلوه ما التزموا به هذا يكشف عن عدم لزومه بل أحيانا عن عدم جوازه ومنه مسألتنا صلاة الطواف لو كانت لو كانت الجماعة جائزة في صلاة الطواف والمفروض والمفروض هي صلاة الجماعة مستحبة لفعلوها ولو مر واحدة ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله أن أحدا من الأئمة عليهم السلام أن أحدا من أصحاب النبي أو أصحاب الأئمة فعلها ما سمعنا صلاة الطواف الناس تصليها فرادا سمعت إلى اليوم ناس صلوها جماعة رجعوا من العمر أو من الحج قالوا هالسنة توفقنا صلينا صلاة جماعة خلف المقام ما سمعنا مع أن هذه مسألة مسألة الصلاة صلاة الطواف دائما موجودة في صلاة الطواف لو كان لو كانت الجماعة مستحبة فيها لفعلت عموما نعم هو من هذا الكلام نستكشف أنه لا تجوز لا تجوز صلاة الطواف جماعة ومن هذا الدليل نريد أن نصل إلى أنه لا تجوز جماعة السيد الخوئي قال السيد السيستاني قال لم يثبت استحبابها في صلاة الطواف نعم قالين ما ثبت فإذن هذه الصلاة مع أنها واجبة أخرجناها من استحباب الجماعة فيها زين الصلوات المستحبة كيف الصلوات المستحبة بالعكس لا تجوز الجماعة فيها يعني الصلاة الصلاة الواجبة الجماعة فيها مستحبة استحباب مؤكدة في النافلة لو صليت النافلة جماعة فهذه بدعة لا تجوز ولم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة عليهم السلام أنه صلى النافلة جماعة بل هناك روايات معتبرة مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله خرج في ليلة أوائل شهر رمضان ممكن أول ليلة ثاني ليلة جاء إلى المسجد ووقف يصلي النوافل فلما انتهى من صلاته رأى أناس واقفين خلفه خلص بعد ما خرج إلى المسجد لصلاة النوافل صار يصليها في المنزل حتى لا تصير صلاة جماعة الصلاة المستحبة النوافل لا تصلى حتى لو صارت واجبة بالعرض يعني شنو واجبة بالعرض كانت نذارها مثلا النافلة هي مستحبة نذر أن يصلي هذه الليلة صلاة الليل وجبت عليه ونفترض الآن هناك أشخاص آخرون أيضا نذروا وكلهم وجبت عليهم صلاة الليل هل يمكن أن يصلوها جماعة لا لأن أصلها مستحب ولو صارت واجبة بالعرض كالعكس الصلاة الواجبة ممكن تصير مستحبة بالعرض وتصح جماعة مثلاً مثلاً لو جاء شخص إلى المسجد ما كان الإمام موجوداً فصلى فرادا منفرداً بعد أن انتهى من الصلاة جاء الإمام فأقيمت الجماعة يستحب أن يعيد صلاة الظهر مثلاً التي صلاها فراداً منفردان يستحب أن يعيدها مع الجماعة الحين يجي تساؤل أنه هذه اللي يعيد الش ينويها ماذا ينويها ينوي أصلي صلاة الظهر استحباباً لأنه قبل شوية صلاها وجوباً الآن ينوي أصلي صلاة الظهر استحباباً جماعةً عما في الذن مهم يصير إذا كان في ذمته شيء فرضنا الآن يحب يعيد نفس الصلاة يجوز نعم يجوز بل هو مستحب وفي الرواية يختار الله أحبهما إليه الأولى أو الثانية لو فرض أنه الشخص يصلي الآن فراد الإمام غير موجود بالأثناء جاء الإمام وبدأت صلاة الجماعة إذا كان الشخص الذي يصلي منفرداً كان في الركعة الأولى أو الثانية مثلاً يحولها إلى نافلة ينويها نافلة ويسلم ويسلم على الركعتين ثم يقوم ويلتحق بالجماعة زين الحين يعني اللحظة من هالكلام بأجمعه أن الصلاة الواجبة تصلى جماعة إلا صلاة الطواف وهذه الصلاة الواجبة تستحب فيها الجماعة ولو صارت مستحبة بالعرض مثل هالمثال اللي قلنا اللي صلى وبعدين أقيمت جماعة يقوم يعيد هوياهم مع أنها بالنسبة له مستحبة لكن هي أساساً صلاة ظهر واجبة كانت وبالعكس النوافل لا تجوز فيها الجماعة ولو صارت واجبة بالعرض كما لو نذرها لكن هذه النوافل خرجت منها نافلة تجوز فيها الجماعة وهي صلاة الاستسقاء إذا انقطع المطر هناك صلاة مستحبة كيفيتها ككيفية صلاة العيد تماماً غايتها أنه في صلاة العيد يدعى بدعاء يرتبط بالعيد وفي صلاة الاستسقاء يدعى بطلب السقية بطلب نزول المطر ركعتان في الأولى خمس قنوتات وفي الثانية أربع قنوتات مثل صلاة العيد تماماً لكن الدعاء دعاء بطلب المطر هذه صلاة الاستسقاء مع أنها مستحبة يجوز أن تصلى جماعة بل الأفضل فيها ذلك الأفضل أن تصلى جماعة ولها كيفية يعني مستحبة تفصيلية يستحب أن يخرجوا يعني الإمام والمأمومون الناس يستحب لهم أن يخرجوا إلى الصحراء بعد أن يغتسلوا ويفرقوا وبعد أن يفرقوا بين الرجال والنساء وبين الأمهات والأطفال هذه واردة يفرقون يسحبون الأطفال كلهم جانبا ويخلون الأمهات وحدهن شنو الغرض من هذا عادة الأطفال لما يفصلون يقومون يبكون طفل يبكي البقية يبكون يصير بكاء ونحيب الأمهات يبكين على أطفالهن فتصير حالة تضرع إلى الله عز وجل لينزل الله تعالى عليهم المطر لها آداب لها آداب معينة عموما فصلاة الاستسقاء مع أنها مستحبة تجوز جماعة زين هناك صلاة أو صلاتان تجب فيهم الجماعة يعني لا تصح فرادا واحدة منهما صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا تصح فرادا حين واحد بالبيت يقول أنا راح أصلي صلاة الجمعة ركعتان زين وتخطب أنت تخطب لو ما تخطب وإذا تخطب لمن بروحك واقف بالحجرة صلاة الجمعة جماعة وأقلها خمسة أو سبعة فيها كلام خمسة أحدهم الإمام يعني الإمام ويا أربعة على الأقل ثلاثة ما يكفون على الأقل أربعة وقيل الأقل سبعة أحدهم الإمام إمام وراسة نفرات أو فيها خطبتان هل تجوز صلاة الجمعة في السفر نعم تجوز لكنها ليست إلزامية المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة بشكل إلزامي نعم يستحب له حين كثير من الناس يرحون وفرضوا إلى بعض البلدان يرحون إلى خراسان مثلا ومسافرون تقام صلاة الجمعة يجوز يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة نعم يجوز لكنه ليس إلزاما جائز هذه وحدة صلاة الجمعة صلاة العيد لها وقتان ظرفان من الزمان ظرف كانت واجبة صلاة العيد فيه وهو زمان ظهور المعصوم عليه السلام أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الأيمة عليه السلام صلاة العيد كانت واجبة وبما أنها واجبة لابد أن تصلى جماعة مثل صلاة الجمعة لكن في زمن الغيبة هذا الزمان الذي نحن فيه صلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة مع أنها الآن مستحبة لكن يجوز أن تصلى جماعة ليش يجوز لأن أصلها واجب قلنا الصلاة التي أساسا هي واجبة لكن لسبب ما بالعرض صارت مستحبة تجوز فيها الجماعة صلاة العيد من هذا القبيل يعني لو واحد يجي يسألكم يقولكم صلاة العيد بهالزمان واجبة أو مستحبة تقولوا له مستحبة يقول زين إشلون تصلوها جماعة مو تقولون الصلاة المستحبة ما تصلى جماعة الجواب أن صلاة العيد صلاة واجبة أساسا وعرض عليها الاستحباب عرض عليها الاستحباب بسبب غيبة المعصوم عليه السلام إذن يجوز أن تصلى جماعة يجوز بزمان الغيبة يجوز جماعة بزمان الغيبة يجوز ولا يجب بزمان حضور المعصوم عليه السلام يجب أن تصلى ولا بد أن تكون جماعة إذن الجمعة والعيدان في في حال اجتماع شرائط وجوبهما لا بد أن تصلى يا جماعة ما يجوز أن تصلى فرادا النتيجة من هالكلام بأجمعه صارت صلاة الجماعة ثلاثة أقسام في غالب في قسم من الصلوات مستحبة صلاة الجماعة اللي هي الصلاة الواجبة الصلوات الواجبة تستحب فيها الجماعة بشكل عام وقلنا إلا صلاة الطواف وقسم منها تجب فيها الجماعة وهي الجمعة والعيدان في زمان وجوبهما إذا اجتمعت الشرائط وقسم من الصلوات تحرم فيها الجماعة وهي النوافل الصلوات المستحبة أخرجنا منها صلاة الاستسقاء هذه مع أنها مستحبة تجوز فيها الجماعة بل تستحب فيها نعم صلاة العيد الآن يجوز أن تصلى فرادا بل هو أحوط بل ربما بعض الفقهاء إما أنه يحتاط وجوبا أو يوجب الإتيان بها فرادا السيد الإمام رحمه الله من قول عنه أنه يرى يعني يرى الإشكال في أن تصلى صلاة العيد في هذا الزمان جماعة على أساس أنها صلاة مستحبة مستحبة اليوم فكيف تصلى جماعة الرأي الآخر الرأي المشهور اللي يقول أنه تصلى يجيب بأنه هذه أساسا هي صلاة واجبة لكن أرض عليها الاستحباب لا هذا الكلام كله يشمل الرجال والنساء ما كو فرق يعني لما نقول مثلا صلاة اليومية الفرائض اليومية تستحب فيها الجماعة للرجل والمرأة نعم الوجوب صلاة الجمعة مثلا تشترط فيها الجماعة وجوبا للرجل والمرأة نعم المرأة لا يلزمها أن تصلي الجمعة إذا صلتها لا بد أن تصليها جماعة يعني حين مرأة بالبيت قاعدة تقول رح أصلي صلاة الجمعة بروح يصير ما يصير إذا أرادت أن تصليها تصليها جماعة لا ما يجب ليس على المرأة جمعة ولا جماعة ولا هر ولا بين الصفا والمروة ولا أذان ولا إقامة عدة أمور قسم منها قائلين المقصود ليس عليها بمعنى أنه ليس مستحبا مؤكدا أو ليس واجبا في فرض الوجوب لكن لو فعلتها لو صلتها لابد أن تكون بهذه الشرائط وصلى الله على محمد وعلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة